كشفت صحيفة وولستريت جونال الأمريكية أن القوات الإسرائيلية انخرطت في قتال عنيف في مناطق تم تطهيرها من قبل حول مدينة غزة ما يعني صعوبة تحقيق نصر حاسم على حركة حماس وأكدت الصحيفة أن عملية اشتياح رفح باتت صعبة أكثر مما كانت تعتقد تل أذيب عدد المدنيين الهائل في رفح قيد إسرائيل هكذا بدأت وولستريت جونال تحليلها للأسباب التي جعلت من عملية اشتياح رفح مهمة صعبة رغم ذلك لن تتراجع إسرائيل فهي ترى أن العملية ضرورية لتحقيق الأهداف الحربية التي تشمل القضاء على أي تهديد أمني من غزة وتؤكد الصحيفة الأمريكية أن تل أبيب كانت تعول على العمل العسكري في رفح لتضغط بذلك على حماس من أجل التوصل إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن نحو 130 رهين متبقين في غزة بيد أنها فقدت الكثير من قدراتها على استخدام رفح كوسيلة ضغط لأن المدينة باتت تستوعب الكثير من النازحين داخليا نقطة أخرى تكمن في الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة والتي تشكل ضغطا كبيرا على حكومة نتنياهو ضغط وصل حد تعليق شحنة أسلحة أمريكية جديدة كانت في طريقها لإسرائيل نهيك عن التصريحات الواردة من واشنطن التي تستنكر التقدم في رفح وتعتبرها الملاذ الأخير للمدنيين في غزة قد يحققون بعض النجاح لكن ذلك سيكون بتكلفة عالية يقول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في المقابل يعتبر الجانب الإسرائيلي المعركة حاسمة ومهمة الرئيس السابق لمجلس الأمن القومي الإسرائيلي اعتبرها المعركة الأخيرة في هذه الحرب لكنها لن تكون نهايتها تؤكد وولستريت جورنل نقلا عن محللين سياسيين فالحرب لا يمكن إنهاؤها إلا عن طريق قرار سياسي من الجانبين